لن نذهب بعيدا عن الكويت ونتابع الصندوق السيادي الكويتي الذي ينتوي تخفيض حصاته في شركة مرسيدس بعد أكثر من خمسين عاما كمستثمر في هذه الشركة وهو ثالث أكبر المستثمرين في شركة مرسيدس سوف يبيع الصندوق نحو عشرين مليون سهم بما قيمته إجمالا في الصفقة 1.4 مليار يورو أو ما يوازي مليار وخمسمائة مليون دولار هذه المبيعات يقول الصندوق أو بحسب الأنباء تتحدث عن أن الصندوق يحاول تنويع محفظة الجدير بالمراقبة والذكر أن الكبار الملاك في شركة مرسيدس بالأساس من الصينيين يعني شركة بايك الصينية في الصدارة وأيضا هناك مستثمر صيني آخر في المركز الثاني وكان صندوق السيادي الكويتي في المركز أو في المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في شركة مرسيدس وبناء عليه سوف تنخفض بعد هذه الصفقة حصة صندوق السيادي من 6.84 إلى 5% في هذه الفترة السعر الذي تم به بيع السهم خلال هذه الأثناء أو خلال هذه الصفقة تجوز مستويات 69 يورو لكل سهم وأنه شاهد سهم مرسيدس منذ بداية هذا العام حقق ارتفاعات تقترب من 16% وأغلق فوق مستويات 71 يورو خلال تعاملات الأمس وهي بالتقريب أعلى أو يقف بالقرب من أعلى مستوياته تقريبا في نحو عام وبالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق